أهلا وسهلا فيك رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة إصلاح مشاكل القرص الصلب أو الهارد ديسك بدون برامج نعم أصدقائي بدون برامج إصلاح مشاكل بدء إقلاع ويندوز كذلك الأمر بدون برامج أو تطبيقات خارجية خليكم معنا بس قبل ما نبلش الفيديو يا شباب ياريت تدعمونا بالإعجاب لأنه هذا الشي بيزيد من انتشار الفيديو إذا كنتوا عم تشوفونا أول مرة كذلك الأمر اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد عندكم أي سؤال عن إصلاح الهاردات تركوا لي بالتعليقات أسفل الفيديو إذن أصدقائي لإصلاح القرص الصلب عندي طريقتين إما من داخل الويندوز وإما من خارج الويندوز إذا أنا كنت عم بقدر أوصل لداخل جهاز الكمبيوتر الطريقة بسيطة جدا وهي على الشكل التالي بيجي على أي قرص من الأقراص اللي عندي إياهن أو القطاعات اللي عندي إياهن بضغط زر يميني ومن ثم خصائص بنتقل عند أدوات وداخل أدوات في عندي شغلة اسمه تدقيق الأخطاء ومن ثم تدقيق بعد ما بضغطها بقل له فحص محرك الأقراص منلاحظ أنه خلال ثواني أو دقائق بسيطة تم الفحص وإذا لقى أخطاء أكيد رح يصلح لي إياها طبعا يا شباب هي الطريقة بسيطة جدا تمام وممكن تصلح وممكن ما تصلح ولكن هناك طريقة أقوى بكثير وفعالة أكثر هلأ رح أعلمكم عليها الطريقة الثانية يا شباب عن طريق إضافة تعليمه داخل محرر الأوامر دوس إن كان داخل ويندوز إذا عم تقدر توصل لسطح المكتب أو خارج ويندوز إذا كنت ما عم تقدر توصل لسطح المكتب وما عم يأقلع معك الجهاز ورح أعلمك على طريقة كيف توصل لمحرر الأوامر دوس قبل الوصول للويندوز طيب هلأ أنا داخل الويندوز كيف فيني أكتب هي التعليمه بمحرر الأوامر الدوس بضغط على البحث عندي ومن ثم بضغط عبارة CMD بيطلع لي موجه الأوامر متل ما أنا شايفين وبيضغط زر يميني عليه تشغيل كمسؤول وبعد ما اشتغل محرر الأوامر دوس اللي عندي إياه بضغط هاي العبارة عنديها أو بكتب هاي العبارة عنديها هون وما ننسى إنه نحدد القرص يلي بدنا نفحصه check disk فراغ c نقطين طبعا نقطين فوق بعضهم طراغ slash melee طبعا نلاحظهن إنه في عندي فراغات وأنا عم بدكر الفراغات شباب وكذلك الأمر متل ما له مرسوم هون أو مكتوب عندي هون بالصورة وكذلك الأمر بتلاحظوا إنه أنا عندي هون عم بترك فراغات طيب هلأ شو هدول الرموز اللي أنا عم بكتبهم حرف الف شو هو هذا حرف الف رح أرجي يكون شو مهمته حرف الف يا شباب هو على الشكل التالي حرف الف يعمل على إصلاح الأخطاء الموجودة بالقرص هون رح يأصلح لي الأخطاء الموجودة طيب رح ننتقل للحرف اللي بعدل منه اللي هو حرف الار حرف الار تحديد القطاعات التالفي واستعادة المعلومات القابلة للقراءة يعني رح يعمل ريكوفر للقطاعات التالفي مثل برنامج الـ HDD Regenerator عندي حرف الـ X أخيراً هو فرض إغلاق لأي برامج تتعلق بهذا القرص يعني إذا في برامج بالخلفية مرتبطة بهذا القرص رح يعمل فرض إغلاق لها تمام ويخلي القرص إجباري عنه يعمل لأدوات الفحص اللي ذكرت سابقاً طيب منرجع للتعليمات اللي عنا إياهون بعد الـ F منعمل فراغ ومن ثم سلاش مايلي ومن ثم R ومن ثم فراغ ومن ثم سلاش مايلي ومن ثم X تمام شباب إذن هلأ أنا هون رح أعمل فحص كامل وشامل للـ C عندي إياهون لحتى يعمل لي إصلاح كامل لجميع ملفات النظام اللي فيها مشاكل وكذلك الأمر يعمل لي recover للbad sector إذا كان في عندي باد سكتورات بالقرص مجرد ضغطت انتر رح يعطيني هالرسالة هاي هل أنت واثق من عملية الفحص؟ بدك تضغط yes وكذلك الأمر رح يقول لي بدي أعمل إعادة تشغيل للنظام لأنه هذا الموضوع متعلق بالقطاع C القطاع C صراحة يا شباب بده يعمل إعادة تشغيل أما باقي القطاعات ما ممكن يعمل إعادة تشغيل لأنه هو رح يظل داخل بيت ويندوز طيب هلأ كيف فيني أوصل لهدول الأوامر نفسهم ولكن إذا كان الويندوز عندي ما عم يأخلع ما عم بقدر أوصل لسطح المكتب كيف فيني أوصل لهدول الأوامر؟ الطريقة بسيطة جدا خليكم معي وهلأ يا شباب رح نتعرف على طريقة إصطلاح القرص الصلب عن طريق CD الويندوز أو القرص الخاص بالويندوز أنا عندي يا لقرص الويندوز حارقه على فلاشة أو على CD ولكن أنا ما بدي فرميت ملاحظة مهمة جدا أنا هون ما ليفايت لحتى فرميت ونزل ويندوز جيد عندي برامج مهمة عندي برامج عفوا عندي ملفات مهمة جدا على سطح المكتب وما بدي فرميت بالتالي بضغط التالي ومن ثم بضغط على إصلاح الكمبيوتر بيطلع لي هون استكشاف الأخطاء وإصلاحها منلاحظ أنه في عندي موجه الأوامر نفسه اللي كان داخل بيئة ويندوز بضغط عليه بهذا المكان أصدقائي رح اكتب التعليمات اللي ذكرت لكم ياها سابقا اللي هي تشيك ديسك السي أو الدي أو ال اي تمام اف آر اكس بهذا المكان رح اكتبون ورح اضغط انتر ورح اكتب له واي وبالتالي بدء إصلاح القرص الصلب لحتى تنحل عندي كل المشاكل شكرا لمتابعتكن أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية شكرا لكم